أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الغربية المنسقة على روسيا وصفة تلك العقوبات بغير القانونية الخارجية الصينية وضحت بأن العقوبات الغربية على روسيا لا تحل المشكلة بل تخلق مشكلات جديدة كما دعت الصين جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وتجنب المزيد من التصعيد مؤكدة بأن موقف الصين بضرورة يأخذ المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول بجدية في محاولة للضغط على الصين تسعى واشنطن لتحديد موقف بكين من صراع الغرب مع روسيا وذلك بحسب تأكيدات غولستريت جورنال التي نقلت عن مسؤولين أمريكين قولهم بأن إدارة بايدن ستجعل الصين تدفع ثمن علاقاتها الوثيقة بروسيا في الحرب على أوكرانيا وأن واشنطن ستعاقب بكين إذا انخرطت فيها انشطة تقع ضمن العقوبات على موسكو رفضت استخدام مصطلح الغزو الروسي وامتنعت أيضا عن التصويت لمشروع إدانته واعتبرت بأن الخطر الحقيقي يأتي من الولايات المتحدة موقف ومواقف أخرى تتبنىها الصين في التعبير عن دعمها لروسيا الصين دعمت روسيا خلال المرحلة الأخيرة من خلافها مع الغرب حيث اعتبرت ما طالب موسكو بتقديم الناتو ضمانات أمنية أمرا مشروعا وأوضحت على لسان مسؤوليها أنه يجب إلى اهتمام لتطلعات روسيا المعقولة وتلبيتها بشكل مناسب ومع التطورات الحاصلة في أوكرانيا رفضت الخارجية الصينية وصف العملية العسكرية الروسية بأنها غزو وصفة المصطلح بالمتحيز الموقف الصيني انسحب إلى أرويقة الأمم المتحدة حيث امتنعت بيكين على تصويت لمشروع إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا واعتبر سفير الصين الإجراء بأنه لن يؤدي سوى إلى تصعيد الأزمة بعد فرض الأوروبيين والأمريكيين عقوبات واسعة على الروس انتقدت الخارجية الصينية القرار قائلة أن العقوبات لن تكون أفضل حل للمشاكل أما أحدث موقف من بيكين فظهر في انتقاد مباشر لواشنطن حيث أكدت سفارة الصين لدى روسيا أن تهديد الحقيقي للعالم هو الولايات المتحدة من العاصمة الفرنسية باريس يلتحك بها الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية ومن بيكين عبر سكايب سيدة سعادي تشينغ الصحفية في مجموعة الصين للإعلام للحديث عن تداعيات هذه الأزمة سيدة تشينغ أبدأ معك اليوم الموقف الصيني كيف من الممكن أن يفسر والصين لديها أيضا كثير من الخلافات مع الولايات المتحدة في السابق هل الصين تقف إلى جوار روسيا في هذه الحرب؟ أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين مساء الخير حولها في قضية أوكرانيا أكدت السين مرات موقفها الثابت مثلا قلال المكالمات الحدفية بين رئيس السيني شينجينبين ورئيس روسيا فلاتميل بوتين حيث قال رئيس السيني شينجينبين أن السين تأمر في حال القضية من خلال الحوار والمفاوضات وأن موقف الصين بشأن يحترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها الثابت والدائم وأن السين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف للدعوة إلى المفهوم أمني المشترك والشامل وتعاوني ومستدام وأعتقد أن هذا هو موقف الصين ستدها دولة قضوة لمجلس الأمن الدولي هو موقف الأول طيب ما الذي من الممكن أن يتحتم على بكين أن تفعلوا في حال صحة الأنباء المتواردة من هناك من واشنطن بأن الولايات المتحدة ستطلب موقف رسمي من الصين هل هي مع أو ضد ما يحصل أفهم ماذا تقصد إن طلب من بكين تحديد موقف هل هي مع أو ضد ما يحصل أعتقد أن موقف الصين تجاه قضية الأوكرانية هي موقف يتقد حسب صفة الصين كدولة عضوة مسؤولة لمجلس أمن الدولي وليس موقف يتقده الصين ضد أمريكا أو مثل هذا واضح طيب سيد رامي دعني أسألك من هذا الحديث هذا الموقف الصيني نابع كما تقول ضيفتنا من كونها دولة موجودة في كل هذه الأمور ولكن السؤال هل هي تتخذ هذا الموقف كدولة عضو في بلس الأمن أم أنها كدولة من الممكن أن تكون حليفة لموسكو أهلا بك هاني تحية لك ولضيفتك ولمشاهديك الكرام هناك عدة محددات من الواضح أن الصين ملتزمة بها المبدأ الأول وهو مبدأ الحياة كما تعلم في كل القضايا والخلافات الدولية خلال العقود الماضية كان هناك موقف حيادي نسبيا بالنسبة للصين ولم تتخذ موقفا إلا عندما كانت هذه الأزمة تموس مصالحها بشكل مباشر هذه النقطة أولى النقطة الثانية هناك إدراك بأن حالة هو تفصل ما بين الصين والغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الصين تقف في المرحلة الثانية أو ما بعد روسيا فإذا حدث انهيار للنظام الروسي وإذا حدث ضعف شديد لروسيا فالصين ستكون المستهدف الثاني النقطة الثالثة ليس هناك من تحالف بالرغم من أن هناك بعض التفاهم مع الجانب الروسي ولكن ما تزال هناك خلافات بين بكين وموسكو وبالتالي شهدنا أن هناك محاولة لأخذ مسافة حقيقة كان هناك مسألتين متوقعتان من الصين ولم تحدثها المسألة الأولى أن يكون هناك استخدام لحق النقض الفيتو عندما تم إقرار بإدانة روسيا على الحرب في أوكرانيا وهذا لم يتم أيضا استغلال الصين لما يحدث الآن ولحالة الحرب في أوكرانيا من أجل الهجوم على تايوان وهذا أيضا لم يحدثوا وبالتالي هذا ربما يرطب الأجواء المتوترة أصلا خلال الشهور الماضية ما بين بكين وواشنطن وبكين والغرب وبالتالي يسمح بأن تكون بكين ها هنا ربما نافذة حوار ما بين روسيا والغرب في المرحلة اللاحقة لكن بكل الأحوال باعتقادي حتى الآن المواقف الصينية تبدو مواقف منطقية بالنظر إلى تاريخ الصين في التعامل مع القضايا الدولية وبالنظر أيضا إلى مصالح الصين دعنا نقطة أخيرة دعنا نشير إلى أن الصين بالرغم من خلافاتها مع الغرب إلا أن هناك مصالح كبرى مع الدول الغربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تريد أن تحافظ على موقف متوازن سيد راميا لا تتفق مع من يقول بأن من الممكن ما قد يحدث مع موسكو من قبل الغرب والولايات المتحدة تحديدا وإن نجحت الولايات المتحدة بهيمنتها ووقف هذا النزاع أو حتى من الممكن السيطرة على موسكو بشكل باخر صحة الكلمة بعد ذلك ستذهب إلى الصين فمن مصلحة الصين أن يحدث ذلك وأن تكون داعمة بشكل غير مباشر أنت محق وتحليلك دقيق إلى حد بعيد وهذا ما أشرت إليه بأن الصين تحسب أن ربما تكون الطرف الآخر في حال إضعاف روسيا إلى حد كبير وبالتالي طالما أن هناك هامش معين سوف تسمح بالصين ولكن إذا وصل الأمر إلى حالة إضعاف كبيرة فباعتقادي أن الصين سوف تتحرك وهناك إمكانية لفعل ذلك أولا من الناحية السياسية وكذلك من الناحية العسكرية كما تعلم خلال الخريف الماضي كان هناك مناورات شملت كل من إيران والصين والجانب الروسي وهذه المناورات كانت تاريخية بكل المقاييس أيضا من الناحية الاقتصادية هناك مد لخط غاز يمتد من روسيا باتجاه الصين سوف يكتمل بنائه في العام الأربعة وثلاثين وبالتالي هناك إمكانية وأيضا هناك علاقات اقتصادية بالإضافة إلى طريق الحرير الجديد وكل هذه مشاريع اقتصادية كبرى يمكن أن تدعم إلى حد ما النظام الروسي إذا ما زالت الضغوط ووصلت المسألة إلى حالة الانهيار وهذه مسألة لا تريدها الصين ولا تسبح بها من وجهة نظري طيب سيد رامي على هذا الحديث الاقتصادي سيدة تشينغ يربط الصين بموسكو بروسيا بكين بموسكو كثير من الروابط الاقتصادية والتي ذكرها أيضا قبل قليل السيد رامي إلى أي مدى من الممكن المتابعة في كل هذه المشروعات وهذه الشراكة الاقتصادية ما بين البلدين في ظل العقوبات التي بدأ سريانها من اليوم التي فرضت على موسكو من قبل الغرب نعم قبل كانت الصين الصين لديها تجارة متبادلة بين روسيا وأوكرانيا ويمثل حجم تجارة الصين مع روسيا وأوكرانيا أقل من ثلاثة في المئة فقط من إجمالي تجارة الصينية التثير الكل محدود رغم أن هناك الصراع بين أوكرانيا وروسيا أعتقد أن تأثير الكل محدود بالتأكيد ومع ذلك لكن ستتأثر بعض المنتجات المتداولة بين مثل الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية لبما هناك بعض التأثيرات السلبية في تجارة المتبادلة بين الصين وأوكرانيا وروسيا وكما ذكر الضيف الآخر في كلمته أن حسب مبادرة الحزام والطريق هناك تعاون وتبدلات بين الصين وأوكرانيا وروسيا في نطاق هذه المبادرة وأعتقد أن الصين تتكد موقفها لدعوة لطلب الأطراف المتعلقة بالضبط النفس وندعو إلى الاستعادة إلى السلام في هذه المنطقة وأعتقد أن هذا هو يفيد لكل الأطراف طيب ما الشيء الذي من الممكن أن يجعل موقف بكين يتغير كيف سيتغير موقف بكين تأخذ الطرف من الأطراف أم أنها ستكون ثابتة على هذا الموقف سيدة أعتقد أن موقف الصين قد أكد زعيم الصين في مكلماتهم في محادثاته الحاتفية مع زعيم روسي أن موقف الصين لحماية السلام في هذه المنطقة دائم وثابت ندعو إلى إيجاد حلول سلمية عبر الحوار والمفاوضات نحترم سيادة جميع الدول وواحدة أراضيها وهذا هو موقف ثابت ودائم واضح سيد رامي هذا السؤال هل هذا الموقف سيكون ثابت ودائم لأنه الواضح بأن ما جرى من غزو روسي لأوكرانيا وكل هذه التداعيات والعقوبات الفريدة حقيقة التي من الممكن تاريخيا لم تكن بذلك الشكل على أي دولة من الدول الواضح بأن العالم يتجه لشكل آخر جديد ما قبل هذا الغزو وما بعد هذا الغزو سيكون شيء آخر هل سيتغير موقف الصين أو هل من مؤثرات ربما إن حدثت ستجعل الصين تقف إلى طرف بجانب طرف على الآخر تقريبا يعني؟ بحسب تطور الأحداث باعتقادي إذا ما استطاع الجانب الروسي بالرغم من أن كما ذكرت هناك عقوبات غير مسبوقة ما يصل إلى حد الحصار للجانب الروسي وبالرغم من أن هناك مقاومة أوكرانية غير متوقعة شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية وأضف إلى ذلك أن هناك حشد غربي موحد أيضا وهو يمثل حالة فريدة خلال السنوات الماضية بعد كل الخلافات التي شهدناها ما بين الضفتي الأطرسي بالرغم من كل ذلك لكن الحرب لم تنتهي وبالتالي الجانب الروسي لا يمكن القول أنه وصل إلى حد الخسارة أو أنه لم يحقق أهدافه نحن بانتظار التطورات القادمة وباعتقادي أن الصين سوف تبني مواقفها على ما سوف يتم خلال الفترة القادمة إذا ما استطاع الجانب الروسي أن يحقق أهدافه بإزالة النظام باستبداله بأن يسيطر على أوكرانيا بأن يمنع أي مقاومة بأن يحقق تقدم استراتيجيا مهما واستطاع أن يستوعب الضغوط الغربية والحصار الاقتصادي باعتقادي أن الصين سوف تحافظ على الموقف الذي نشهده حاليا ولكن إذا ما فشل الجانب الروسي وإذا ما استطاع الغرب أن يضغط عليه وأن يمنع إسقاط الحكومة في كيف وأن يحافظ على المقاومة الموجودة هناك وأن تدخل روسيا في حرب استنزاف تصل إلى حد الاقتراب من الانهيار الاقتصادي وهذا بدأت ملامحه مع الحصار الذي تحدثنا عنه إذا ما استطاعت الغرب أن يتقدم استراتيجيا وأن يحتوي روسيا وأن يضعفها باعتقادي بأن الصين ربما يمكن أن تأخذ موقف أكثر إيجابية بالنسبة للجانب الروسي أن تساعد الجانب الروسي سواء من النواحي الاقتصادية وحتى من النواحي السياسية طبعا من المستبع تماما أن تدخل الصين من الناحية العسكرية ولا أعتقد أن الروس بحاجة إلى المساعدة العسكرية ولكن المساعدة السياسية المساعدة الاقتصادية كل ذلك يمكن أن تقدمه الصين في حال شعورها بأن الضعف الروسي أصبح كبيرا وبالتالي الأمر كله مرتبط بالتطورات القادمة في هذا الملف طيب سيد رامي دعني أسألك عن نقطة مهمة استشفيتها من حديثك أنت تتحدث عن روسيا من الممكن أن تواجه انهيار اقتصادي كبير نحن في اليوم الخامس من هذه الحرب أيعقل بأن تداعيات هذه الأيام الخمسة من قرارات قام بها الغرب من الممكن أن تجعلنا نتحدث بأن روسيا قد تواجه انهيار اقتصادي ويكون هذا غير موجود في حسبان موسكو في حسبان الرئيس الروسي عندما اتخذ قرار الحرب السؤال حصيف للغاية هاني لا شك بأن الجانب الروسي لم يكن يتوقع الحقيقة في كل التجارب على الأقل منذ العام 2008 وتدخل العسكري في جورجيا ثم تدخل العسكري في بيلاروسيا وفي كازاخستان وحتى التدخل العسكري في سوريا لم يكن الغرب صاحب ردة فعل كالتي نشهدها حاليا هناك عدة عوامل اسمح لي بالإشارة إليها العامل الأول هناك وحدة في المواقف الغربية لطالما لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التباينات ما بين الأوروبا وأمريكا وما بين حتى الدول الأوروبية المسألة الثانية هو حجم تلك العقوبات كما ذكرت نحن لا نتحدث فقط عن عقوبات اقتصادية وإنما نتحدث عن ما يشبه الحصار للجانب الروسي المسألة الثالثة وهي مسألة الآن وهذه ربما استخدمت للمرة الثانية ولكن في معفارق الوضعية والخصوصية وهي عزل روسيا عن نظام السوفت كما تعلم هاني هذا استخدمت ضد إيران ولكن ضد روسيا الأمر مختلف لأننا نتحدث عن شركات كبرى وعن أمال تقدر بما يفوق الستمائة مليار دولار وبالتالي هذا سوف يكون مؤثر بعمق على الاقتصاد الروسي المسألة الرابعة باعتقادي أن الاستراتيجية تبدو متكاملة وكأننا لا نتحدث عن ردة فعل هاني فيما يتعلق بعملية عسكرية إذا ما لاحظنا الإجراءات التي قام بها الغرب أولا هناك إجراءات من الناحية الاقتصادية تحدثنا عنها وهي عبارة عن عقوبات دعم سياسي غير مسبوق للحكومة الأوكرانية دعم إعلامي غير مسبوق وكما تعلم تم إغلاق وسائل الإعلام رسمية على الأراضي الأوروبية وبالتالي دعم عسكري وهذا الحقيقة هو الجديد حتى أن ألمانيا هذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تقوم بتزويد الدول خارج الحرف الشمال الأطلسي بهذه النوعية من السلاح وهي الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للدروع بالتالي نحن الحقيقة نتحدث عن وضعية مختلفة تماما غير متوقعة من الجانب الروسي بكل تكيد سأعود لك في نقطة الدعم العسكري بالتحديد لكن أذهب لضيفتي من بكين وأسألك هل من الممكن أن وفق كل هذه المعطيات تلعب الصين دور وسيط في حل هذه الأزمة الصين دائما تعمل على إيجاد حل حل سلمي لأزمة وكما أن الصين تتقد موقفا يدعو إلى استعادة المفاوضات والحوار بين الأطراف المتعلقة بهذه القضية وأعتقد أن هذا هو كما من ضروري تعتقد أن الصين يجب على الأطراف المتعلقة وخاصة لحل فناتو ويعادة النظر في موقفه ومسؤولياته ويعتقد أنه ينبقي أتقال تماما عن أقلية الحرب الباردة القائمة على مواجهة الكتلة وتدعم حل فناتو والاتحاد الأوروبي وروسيا لاستيادنا في الحوار وسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة من أجل تحقيق السلام واستقرار أيماني في قارة الأوروبية طيب سيد رامي في حديثك عن الشق العسكري والدعم العسكري من قبل الغرب عموما سواء الأوليات المتحدة أو حتى الدول الأوروبية من بداية الأزمة لاحظنا بأن هناك إن صحت العبارة تصاعد في موقف الدعم في البداية لم يكن موجود أيضا مجرد أي دعم حتى دعم ربما أيضا معنوي لم يكن هناك حديث أيضا عن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بعد ذلك تصاعدت نبرة الدعم من قبل الغرب عموما ووصلنا اليوم إلى دعم من الممكن أن نجد مالي من قبل الأوليات المتحدة وعسكري بالمعدات العسكرية لأوكرانيا من قبل أوروبا السؤال هل من الممكن أن نشهد تطور أيضا في هذه السلسلة ونشهد تدخل بشكل وبآخر من قبل حلف شمال الأطلسية والولايات المتحدة في هذه الحرب بشكل مباشر أم أن هذا مستبعد تماما كإجابة مباشرة لا لا أعتقد ذلك هاني باعتقادي أنه حتى مع كل الدعم العسكري الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية مع اندلاع الصراع واندلاع ما يسمى غربيا الغزو الروسي لأوكرانيا كان هناك دعم عسكري كبير للغاية وغير متوقع في الحقيقة لكن اسمح لي أن أعود إلى النقطة التي أبدأت بها وهي التدخل العسكري المباشر التدخل العسكري يعني أن هناك حرب مباشرة ما بين الحلف وما بين الجانب الروسي وهذه الحرب محفوفة بكثير من المخاطر ولا أحد يستطيع ضمان نتيجتها وبالتالي هذه الحرب باعتقادي أن جميع الأطراف غير مهتمة بالدخول فيها سيد رام بس اسمح لي عند هذه النقطة هذا أمر مستبعد حتى الحقيقة الولايات المتحدة حقيقة حديثك ذو شجون فبالتالي أنا أتدخل معك بشكل دائم يعني أعذرني على المقاطعة لكن هذه النقطة بالتحديد بوتن في تصريحه الأول هدد الغرب بشكل كبير جدا وحتى أنه قال بالحرف الواحد سترون رد لم تشاهدوه في تاريخكم اليوم هو يلوح بالجانب النووي إن صحت العبارة واصل الغرب الضغط الذي يستفز روسيا هل من الممكن أن نشاهد تطور يدخلنا في ما لا يتوقع وهو الحرب المباشرة؟ باعتقادي أن الجانب الروسي أيضا غير معني بذلك بالرغم من التصريحات بالرغم حتى من حالة التأهب النووي التي أصدر أوامره خلالها الرئيس الروسي بلادي ميل بوتين لكن مع ذلك لا أتوقع أن الرئيس الروسي يريد أن يفتح أبواب الجحيم ودخول في حرب مع دول حلف شمال الأطلسي لأن ذلك لن يحقق أي من الأهداف التي يريدها هو يريد أصلا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف حتى لا يكون هناك قدم سبق من الناحية العسكرية والاستراتيجية لحويل دول الحلف وبالتالي لا أعتقد أن هناك رغبة حقيقية ورئيسة المفوضية أنت تعرف بأنها صرحت بأنهم ربما مرحبون بشكل أكبر وألمحت إلى أنه من الممكن انضمام أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى التصريح اليوم له أيضا معنا صحيح تماما وهذا في إطار ردة الفعل لكن في نهاية المطاف في حال استمرار الحرب في أوكرانيا باعتقادي أن الدخول أو ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يعني الدخول في حرب مباشرة مع جانب الروسي وأرى أن ذلك مستبعد للغاية ولكن ما دون التدخل العسكري المباشر باعتقادي أن الدول الغربية بشكل عام تفتح كل الإمكانيات كل المساعدات من الناحية العسكرية والحقيقة اسمح لي فقط التوقف عند نقطة هاني وباعتقادي أنها على غاية من الأهمية وهي طبيعة الدعم العسكري الذي يقدم الآن إلى الجانب الأوكراني صحيح كما أنت كما أشرت منذ بداية الأزمة كان يتم الحديث عن دعم عسكري للجانب الأوكراني ولكن ما لاحظناه خلال الأيام القيلة الماضية أولا يتم الحديث عن صواريخ ماجلان عن صواريخ استينجر وهذه الصواريخ تستخدم في حرب العصابات أكثر من كونها تستخدم في الحروب الكلاسيكية وبالتالي الغرب يشجع أوكرانيا على الدخول في حرب عصابات ربما تستمر لفترة طويلة وتستنزف وأنت تعرف سيد رامي بأن هذه الصواريخ بالتحديد كانت تجربة مريرة في أفغانستان بالضبط هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه بأنها غيرت شكل المعادل وربما حسمت المعركة ما بين الأفغان والاتحاد السوفيتي أذهب إلى أضيفتي من بكين وأسألك بشكل أخير اليوم الصين كيف ستتعامل تجاريا مع موسكو في ظل كل هذه العقوبات والتحذيرات الأمريكية للصين بأن لا تخترق هذه العقوبات المفروضة على موسكو بالشأن الأقوبات الاقتصادية على موسكو أكدت الصين أنها لا توافق على حل المشكلات عن طريق الأقوبات كما نرى أن الأقوبات الاقتصادية الماضية مثلا على بعض الدول لم تجد أي حل حل جيد لحل القضايا في تلك الدول بدلا من إحداث خسائر فاتحة وأيضا على الاقتصاد الوطني لهذه الدول وعلى حياة المواطنين هناك فأنا الصين تعتقد أنها تعارض بشدة الأقوبات الوحدية الجانبة التي لا تستند إلى القانون الدولي يعني غير مشعور لقد أثبتت المبارسة بالفعل أنه بدلا من حل المشكلات يمكن للأقوبات أن تخلق مشكلات جديدة فإن الأقوبات لن تؤدي فقط إلى وضع خسائر أو خسائر متعددة في الاقتصاد لكن أيضا تؤدي إلى تعكير صفو عملية تزوية السياسية السيدة سعاد ييتشي تشينغ الصحفية في مجموعة الصيل للإعلام كنت معنا عبر سكايب من بكين شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر لدكتور رامي الخليفة العالية الباحث في الفلسفة السياسية على كل هذه الآراء وتواجد معنا من العاصمة الفرنسية باريس اشتركوا في القناة